أسعد الله وقاتكم كل خير تقريرنا اليوم عن التنقل داخل فينيسيا بسم الله فينيسيا ما هي مدينة كبيرة فعشان كذا الواحد ممكن يتنقل داخل المدينة مشي على الأقدام خصوصا أن المدينة فيها أكثر من 400 جسر للمشا والشيء اللي سهل على الواحد أنه ينتقل من مكان إلى مكان داخل المدينة والشيء الحلو في المشي أنه يعطيك فرصة لاستكشاف الأزقة والممرات داخل المدينة وممكن تاخذ جولة على المطاعم والمقاهي على رتمك الخاص وسيلة التنقل الثانية هي التكسي المائي ويعتبر من أسرع الطرق للتنقل داخل فينيسيا لأنها عبارة عن قارب خاص على الطلب ينقلك من مكان إلى مكان اللي تبيه مشكلة التكسي المائي أنه تكلفته عالية عشان كذا ما أنصح أحد يستخدمها على طول لكن الواحد ممكن يستخدمه من وإلى الفندق لما يكون واصل أو مغادر فينيسيا لأن الواحد وقته يكون معاه عفش كثير فصعب أنه يستخدم النقل العام الطريقة الأكثر استخدامة للتنقل داخل فينيسيا هي شبكة النقل العام بالباصات المائية وهي زيها زي شبكات المتروح حبر العالم عبارة عن محطات موجودة في مختلف أنحاء فينيسيا ومربوطة بخطوط متعددة وكل خط له مسار معين ومميز بلون محددة التذاكر الواحد ممكن يشتريها من شباك التذاكر طبعا هو الآن مغلق هذا اللي أمامكم أو في آلات الشراء الذاتي طبعا الموضوع له تسعيره فيه حق مشوار واحد وفيه حق عدد معين من الأيام مثلا هنا عندنا يوم واحد بعشرين يورو يومين ثلاثين يورو ثلاثة أيام أربعين يورو سبع أيام ستين يورو موضوع بسيط هذا هي المكينة تختار اللغة وبعدها على سمثال تبغى تذكرة بايور تيكيت بعدين تختار بس سيرفس اللي هو الباص المائي ألا عفوا هو ووتربورن سيرفس أيوه هذا هو بعدين تختار الأيام اللي تحتاجها يومين ثلاثة نفترض أنه نحتاج ثلاثة أيام تختار عدد التذاكر اللي تحتاجها لو أنتم شخصيين ثلاثة تغير وبعدين تختار طريقة الدفع سواء كاش أو كريدت كارت ومن هنا تدفع وبعدها تستلم التذاكر من الأسفل هنا منطقة الركوب فيها المكينة هنا اللي تعمل سكان للتذكرة فهذه هي بوابة الدخول فلما تعمل سكان للتذكرتك تفتح البوابة وتمر من عندها مهم تعرف أنه في بعض المحطات ما عليها بوابة حتى لو ما كان في بوابة ما تروح تمر لأنه لازم تعمل فاليديشن للتكيت لو جاء المراقب وشاف أنه أنت عملت دخول بدون فاليديشن للتكيت حقتك يعطيك مخالفة حتى طبعا ضروري أي واحد يزور فينيسيا أنه في البداية يلقي نظرة على الخريطة عشان ياخذ تصور عام عن شبكة الباصات المائية ويعرف كيف الأمور ماشية لكن ما يحتاج أن الواحد يرجع للخريطة في كل مرة لأن الواحد ممكن يستخدم خرايط جوجل عشان يتنقل من مكان إلى آخر باستخدام الباص المائي مثلا هنا نبغى ننتقل من سوق الريالتو إلى متحف غاليريا دي الأكاديميا ففي خيارات البحث ندخل الأماكن ومن خيارات التنقل نختار الباص المائي من بدل المشي وبتطلع لنا خيارات المسارات المتوفرة طبعا بعد ما نضغط على واحد من المسارات تطلع لنا تفاصيل المسار فيعطيك المسافة من المكان اللي أنت فيه إلى أقرب محطة ويعطيك اسم المحطة ولون الخطة أو المسار اللي تمشي فيه وعدد المحطات اللي يحتاج تنتظرها إلى ما توصل إلى مكانك المحدد فالشيء هذا يسهل عليك عشان تعرف أيش الخط اللي تركبه والاتجاه اللي تسلكه لما تكون تتنقل بالباص المائي كده نكون انتهينا من التقرير أتمنى أن المعلومات أفادتكم ونلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر